سلام الله عليكم متابعين في قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصل لك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية ختم الرسول جائزة للفنان المصرية سومية الخشاب في السعودية وإليكم تفاصيل الخبر كرمت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين الفنان المصرية سومية الخشاب على أغنيتها الجديدة المناهضة للعنف ضد المرأة بتسليمها درعا يحتوي على ختم الرسول لكن تكريم الممثلة المصرية كوبلة بموجة من غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وره مغردون سعوديون عملا استزازيا متسائلين في الوقت ذاتي عن علاقة الخشاب بالمرأة السعودية وكانت الجمعية كرمت الفنانة سومية الخشاب عن أغنيتها بتستقوى التي طرحتها أخيرا بالأسواق ومجرد انتشار خبر التكريم حتى ظهر عبر موقع تويتر هاشتاج بعنوان ختم الرسول ليس للعبس طالبة من خلاله المغردون بمحاسبة الجمعية وعلقت المغردة فايزة بالقول هذه إهانة للمقام الشريف ومساس بعظمته من قبل فاسقين وفاسدين ولقد عبسوا عبسا خطيرا لا بد من معاقبتهم أشد العقاب وعدم التجاوز والتغاضي فهو اعتداء على مقام ختم خاتم الأنبياء وبدوره كتب سالم ممكن توضيح لهذا التكريم لسمية الخشاب ما العمل العظيم الذي قامت به مقابل ذلك الأمر فيه تجاوز على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما لا نقبله قطعا أيا كانت الظروف أما المغردون لا نعترض على التكريم نحن نعترض على رمزية واسم الهدية ختم الرسول عليه الصلاة والسلام الأقدر أن يعطى لغير أهل الفن وقرمت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين سمية الخشاب أثناء زيارته إلى الرياض لحضور ملتقى المرأة الذي أطلق ضمن رؤية ولي العهد 2030 وردا على الانتقاضات التي طالما قال منظم الملتقى في بيان نقلته صحف سعودية إن مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب طلقته اللجنة من جمعية مصريون في حب الخليج وأضاف المنظمون أن التكريم اقتصل على ثمان سيدات سعوديات تألقنا في مجال العلوم وكانت الفنانة المصرية قد نشرت مقطع فيديو وصق لحظات تكريمها إذ عبرت الخشاب عن سعادتها بتواجدها في السعودية ووسط الهجوم اللازع الذي تعرضت له الفنانة ومستضفيها ظهر فريق آخر للدفاع عنها معتبرا الجدل الدائي حول تكريمها دليل على ازواجية المجتمع وعدم تقبل شريحة منه واسعة للرياح التغيير التي جاءت بها رؤية 2030 وحول هذا الجدل إليكم حكاية ختم الرسول شعار الجائزة التي تقلدت بها سمية الخشاب هو في حقيقة الأمر مستوحي من النقش الموجود على الخاتم الأصلي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتكون الخاتم النبوي من دائرة توسطها كلمة محمد رسول الله وترجح بعض المصادر التاريخية أن النبي محمد كان يلبس الخاتم في خنصارة ليختم به مراسلاته لملوك وسلاطين العالم وفي عام 1917 نقلت الدولة العصمارية مقتنيات الحجرة النبوية في المدينة إلى إسطنبول من جانبه قال مغرد عبر موقع تويتر الجميع سمع بتكريم الحكومة للممثلة المصرية السومية الخشاب لكن كثيرون لا يعلمون الكارثة الأكبر من ذلك هل تعلمون بماذا تم تكريمها؟ لقد قرمتها بالختم الرسول هذه الممثلة لم تقدم سوى الأدوار الهابطة في المسلسلات والأفلام هذا الاستفزاز ليس الأول ولن يكون الأخير وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية